شيء أخير تشجيع أخير يمكن مش الكل بيكرز أو بيعلن كلمة الله ولكن الكل ممكن يشهد شو الرب عمل في حياتك لكن الكل ممكن يصلي الصلاة إن منهاية كل شيء قد اقتربت خلاص قرى بيجي يسوع فتعقلوا وصحوا للصلوات بطرس الأولى أربعة آية سبعة وطبعا في لوقة إصحاح 21 اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين ثم أحباء وإحنا من صلي يقول كتاب لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح تسالونيك الأولى 5-23 أنا عاوز أختم للمؤمنين اللي بيعلنوا هذا التصريح والإيمان مع روح الله القدوس الروح والعروس يقولان تعال تعال إلى الرب يسوع من يريد فليأخذ ماء الحياة مجانا فإذن كمؤمنين إحنا محتاجين نتشجع على الصهر وإنه نعيش جنسيتنا السماوية على الأرض وإنه نحضر الاجتماعات وإنه نشهد عن الرب يسوع ونكرز بكلمة الرب وإنه نصلي ونطلب وجه الرب وإنه نعز أحدنا الآخر لأنه الرب جاي عن قريب فسؤالي في النهاية طيب إذا أنت مؤمن هل أنت فعلا عم تشهد عم تكرز عم تصهر حزر تنتظر مجيء الرب عم عايش بتتشبه في جنسيتك السماوية على الأرض محتاج ترجع وتتوب للرب قوله يا رب أنا فعلا كنت لا مبالي وقصرت في حياتي لكن انهضني املأني بالروح القدس حتى أشهد عنك بكل جرأة وبكل جهارة في الختام عاوز أقول لأحبائي كل من يسمع هذه الرسالة مكتوب اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم هو ذا الآن هو ذا الآن وقت مقبول هو ذا الآن وقت خلاص لا تؤجل خلاصك شفنا الزلزال أجا وحصد أرواح كتير ومنشوف كوارث من نار ومن أوبئة الكورونا حصدت سبعة مليون شخص لا أحد يعلم الساعة ولكن أحبائي أنا بدعوك إنك تعلن اليوم توبة حقيقية ورجوع إلى الله لو سألتك هل فعلا أنت لو الرب يسوع رجع في هاي اللحظة أنت مستعد هل أنت متأكد إنه عندك حياة أبدية هل اسمك مكتوب في سفر الحياة في هاي اللحظات أنا بدعوك إنك تصلي قل له يا رب يسوع صليها ما تخاف اعلنها يا رب يسوع سامحني على كل خطية طهرني من كل إثم اغسلني بدمك الكريم صليها قل له يا رب يسوع أنا بدعوك حتى تكون مخلصي وربي أملك على حياتي املأني بالروح القدس ساعدني أعيش من أجلك بقية عمري وأشهد عن نعمتك مكتوب أحبائي يعني كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه وعد المسيح من يقبل إلي فلا أخرجه خارجا الرب وعد وعده تأكيد ما بيخليك تشك ولا غير متأكد أو غير متيقن هو قال الذي يؤمن بي له حياة أبدية وإذا اليوم أنت أعلنت توبتك وإيمانك بيسوع من فضلك رسلنا وتواصل معنا بحب أسمع منك إلى اللقاء والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر